نبدأ نتحدث في بالي شيء عن الكورس الكمبيوتر جرافيكس أو الرسمة بالحاسب الإلم قصود بالكمبيوتر جرافيكس المفروض أنه يعتبر سابفيلد من الكمبيوتر ساينس اللي بيستخدم في تعامل مع البيجوال كونتينت أو تعامل مع الامجس والفيديو علشان أبدأ أتعامل مع الكمبيوتر جرافيكس أعتبر أن أنا أعرف أن أنا عندي زي الإيمجينج والرندرينج والجيوميتر والأنيميشن يعني محتاج أدرس التعامل مع الصور هل محتاج أن أنا ألتقط الصورة؟ هل أن أنا محتاج أعدل في الصورة؟ أو أن أنا محتاجة أشوف إزاي أعرض الصورة على السكرين بأن أنا بيكونسدر اللايت والترانسفورميشن والجيوميتري أن أنا ببدأ أشوف الأوبجيكت أو الحاجة اللي أنا أعرضها على السكرين دي السيرفس بتاعها أعمل إزاي؟ هل هي سموز؟ هل هي حاجة نعمة؟ هل هي خشنة؟ وبرضو لو في الآخر بعد مظهر الأوبجيكت محتاج أتعامل مع الامجس فالكمبيوتر جرافيكس هو كورس الهدف منه التعامل مع الأوبجيكت على السكرين بحيث طبعا أن أنا في الآخر أعمل فيديو أو أنيميشن فيديو بهدف بقى تعاليمي بهدف إنترتينمنت أو أي حاجة بس أي فيديو كومبيوتر جرافيكس لازم يكون داخل فيه ممكن بعندي صورة بتعرض صورة بعدل فيها صورة بكونسيدر اللايتينج أو أن أنا بكونسيدر الترانسفورميشن أو بشوف فكرة السيرفس والشيدينج وبرضو لو الأوبجيكت في الآخر هيتحرك من مكانه فالكل جزء من السابفلز دي البروسمس كتيرة أو في حاجة كتير محتاجة أن أشرحها في الأجزاء دي طيب ده طبعا مثال للتعامل مع الكمبيوتر جرافيكس لو أنا عايز أكون فيلم كارتون فعنده كارتون مشهور طبعا دي كارتون برضو الخصاص طبعا الكمبيوتر جرافيكس أنه هو بيساعدني أن أنا أقدر أعمل للأوبجيكت ترانسفورميشن زي الروتيشن والترانسلاشن والسكيلينج وبرضو بيساعدني أن أنا أقدر أهندل فكرة الشيدينج أو الظل والترانسبرانسي والسيرفس ريموفل يعني أشوفش الأوبجيكت ده بعد معارضه هل هو ظل ولا لأ هل هو شفاف ولا لأ بحيث طبعا لو شفاف هزر الحاجات اللي وراه السيرفس ريموفل هل الحاجات الأوبجيكت ده هيتعرض ولا لأ في السكيلين ممكن يكون هو أصلا الجيوب بتاعه ومش بصص الكاميرا وبالتالي الأوبجيكت ده مش هيتشاف هيتشاف لو بصصت له من زاوية تانية وبرضو بتعامي مع الانتراكتيفتي يعني هل الأوبجيكت أو السين اللي قدامي أو المنظر اللي قدامي لو أنا عملت انتراكشن بالماوس أو بالكيبورد أو كده الأوبجيكت ده ممكن يتحرك دي برضو حاجات محتاجة إن احنا ممكن ندرسها في الكميوتر جرافكس وحاجات تانية كتيرة من ضمن الحاجات اللي لأه علاقة بالكميوتر جرافكس اليمج كمبوزيشن يعني أنا ممكن يبقى عندي صورة وأعمل اليمج إيديتينج بإن أنا أحط صورة على صورة أو أوجيكت على صورة أو اليمج مورفنج اليمج مورفنج إنا أنا بكون عندي صورة وعايز أعمل مورفنج يعني عايز اجيب من الصورة دي اجيب صورة انترميدات ما بينهم صورة في النص فسا تبقى عادة رفتحات الزكاة هي دي ولا دي ده image morphing طيب الرندرينج هو معناه اننا عندي صورة عايز اعرضها على الاسكرين فالوبجيكت هو يعتبر اوبجيكت بحد ذاته ولكن لما تعرضه في الاسكرين انت بتعرضه انترمس اف كل الوبجيكت اللي موجودة معايا فتعايز تلاقيه الداخل لجوه شوية ده خارج لبرا شوية مع انه هو يعتبر نفس الكرسي بس ده بالنسبة للابعاد بتاعته هو بعيد وده قريب وهكذا فالرندرينج هو انه بكريات image من الوبجيكت اللي موجودة بحيث ابدأ اعرض الحاجات البعيدة بحيث الحاجات القريبة بconsider lighting والحاجات دي طيب المودلينج المودلينج ان اي اوبجيكت انا محتاجة اعمله في الكمبيوتر جرافيكس هو يعتبر عبارة عن مجموعة من الكيرفز او مجموعة من وننفذ مثلا المثلسات عايزة ارسم شكل زي كده فعبارة عن مثلسات كتير متوصلة ببعض بشكل معين بحيث يكون لي السيرفس ده او بيكون لي الشكل ده مثلا يعني طبعا مش كل الوبجيكت متكونة عبارة عن مثلسات ممكن عبارة عن بوليجونز تانية يعني مربعات مثلا الشكل ده بشكل رباعي بس مش لازم مربع بشكل رباعي أو شكل مربع الانيميشن ان انا بقى عندي اوبجكت موجود في الوقت ده في المكان ده وفي الوقت تاني في مكان تاني محتاجة ان انا اقنطدر او ان انا اموديل او ان انا اعرض او اشوف ازاي ممكن اعرض اوبجكت بمكان وبعد وقت في مكان تاني طبعا بقنطدر الحركة بتاعته ان هو فيه اه خاجات في جسم الحركة الابليكيشن ستركيموتر الجرافيكس طبعا ممكن مثلا الانترتينمنت للتسلية ما عايزة أعمل فيلم عشان أضيع وقت أو أن أنا أسل الشخص اللي قدامي أو كمبيوتر ايدت ديزاين أن أنا بابقى عايزة أعمل حاجة دي علشان مثلا عايزة أعمل سيميليشن لشكل الماكينة وهي شغالة شكل الطيارة وهي بتشتغل عايزة أعرف الناس الحاجة تشغالة إزاي أو لسنتيك بيشولا ديشن بابقى عايزة مثلا أعرض شكل التجربة المعملية بدل معاملها بالإيد فعايزة أن أنا أعرضها ككمبيوتر جرافيكس أو كفيديو بحيث أن أنا أعرض الفكرة أو أن أنا أوضح الفكرة بالطريقة الحاجات تاني كتير زي الترينيج والإدوكيشن والإيكومبيرس والكمبيوتر أردت خلينا مثلا نبصل عن تترمينت هتلاقي حاجة زي كده اللي هي الكارتونز كتير دي زي الكارتونز دي الكمبيوتر إيدت ديزاين اللي هو اه عايزة مثلا ممكن أعمل مش عارفة بيسموها إيه بس هو بورتري يعني أو أو شكل للإيربورت بتاع مكان معين أو ديزاين للسيركيت لوجيك سيركيت برسمها بشكل مبدأي بحيث أن أنا أعرض الفكرة بتاعتي بدل ما أجيب الكمبيوتر وأرسم لا أممكن أرسمها على كمبيوتر عادي الأول كتجربة برضو أن أنا ممكن أشوف الحاجات العلمية زي مكونات الإنسان تركيبة الإنسان من جوة التشريح يعني أو ممكن مثلا يعني شكل حركة الهواء جوة العصفة دي برضو ممكن أن أنا أدرسها بالكمبيوتر جرافيكس أو أن أنا أعمل فيديو يعرض للفكرة دي والترينينج إن أنا لو عايزة أخلي حد يتعلم سواء بدل ما أخليه يتعلم السواء على طول ممكن أخليه تعلم على العربية في فيديو أو في فيلم وفرضوا الفيليات سيميوليشن فكذا الإدوكيشن بسعادة بقى عايزة أعرض الأجزاء بتاع الجسم بهدف أن أنا أعرفوا أجزاء الجسم من غير ما يضطروا أن هو يتعامل مع شخص أو هيك العظم بنفسه بس أصلا هيك العظم مع الوقت ممكن أن هو يكسر أو حاجة طبعا ممكن نستخدم كمبيوتر جرافيكس في مجالات كتير زي الإي كومبيرس والكمبيوتر أرت إن هو أصلا ممكن يساعدني إن هو ممكن يرسم سين أو مظهر معين أصلا ما يكونش أنا يقول كمبيوتر هو اللي مقلفه بحيث هو يقدر يرسم لوحة فنية هو اللي مقلفه ومن ضمن يعني الحاجات المشهورة جدا في كمبيوتر جرافيكس الميديكال إيميجينج إن أنا بيعندي مثلا شخص بحاول إن أنا ألقط صورة لي والصور دي هي اللي بقى أحللها وإن أنا أتابع التشخيص بتاعها ممكن أعمل حاجة زي كده بفيديو أو بفيلم كمبيوتر جرافيكس بحيث إن أنا بعرض الفكرة التعليمية بتاعتي الأول وبعدين إن أنا أطبق على الأرض الوقت وطبعا ممكن أن أستعمل الحاجات دي في في البزنس بإن أنا أرسم لوت شرط زي كده وي برضو كمبيوتر إيد ديزاين اللي أنا قلت بسلا إن أنا عايزة أعرض شكل المكنة بتاعتي شغالة زي من قبل ما أنا أشتريها وهكذا في الموفي المظهر الواحد بيبقى فيه بقدرة موديل الموشن أشوف إن أنا الهير بتاعي والإضاءة الفركتلز الأوبجيكت الصغير لما بيتكرر مثلا تلاقي الصحن ده برعا باترن صغيرة كده بتكرر الديبس وفيلد هتلاقي حاجات تحس إنها بعيدة بحاجات تحس إنها قريبة الاكسبريشن الاكسبريشن بتاع الفيس بتاعه النواس عيد أو غضبان أو منزعج الووتر الووتر فلو ده مش طبعا مش حاجة سهلة إن أنا أموديل الحركة المية الريفليكشن الإنعكاس برضو بتاع الإضاءة على الأشياء واحدة من الابليكيشن زي كتيرا كمبيوتر جرافيكس الفيرشو الريالتي إن أنا ممكن مثلا عايزة أعرف شخص حاجة معينة سواء حتى لو لعبة بس عايزة أعرف شخص مثلا شكل الفندق فبدل ما هو يروح الفندق بنفسه ممكن إن أنا ألبسه نظرة VR يبدأ إن هو يشوف الفندق من جوه عمل إزاي والإيواء بتاعته عمل إزاي أو المكتب المعمول جديد أو أي حاجة بحيث إن هو يوفر مثلا مقهود إنه يروح بنفسه وهكذا أو حتى أصلا ممكن المكتب ده يكون معمول كسريد دي لسه في الأول على الكمبيوتر وبعد ما نشوفه إنه يعرف إنه دي الستنجز اللي أنا محتاجها أبدأ إن أنا أبني المبنى ده فعلا أو أبني المكان ده الكمبيوتر بتعتبر إنه بتتنفس يعني ببدأ إن أنا أنفس حاجة وبعدين حاجة وبعدين حاجة يعني الأوبجيكت برسمه بعدين بشوف الترانسورميشن بتاعته بعدين إن أنا بشوف اللايتنينج بعدين بشوف السيرفس بعدين بعرضه أو بعمل كليبينج فيه ستبس كتير بتعمل ورا بعد فيه قبل قبل ما أعرض الأوبجيكت على الاسكريين دي مثلا البروسيس بعد أرسم الأوبجيكت بتاعي بعمل موديلينج موديلينج الشيب بعدين بشوف الأوبجيكت ده هلأ عمله ترانسورميشن ولا وبعد ما عمله ترانسورميشن المفروض إن أنا بعرضه وأنا بعرضه بconsider hidden surface removal أو hidden surface elimination هي الأوبجيكت اللي هي موجودة في الفلسين بس مش تظهر لما أبص الأوبجيكت من الفيديو ده أو من الكاميرا تبص على الأوبجيكت من الاتجاه ده فيه حاجاتها تبين وحاجاتها تبين ممكن مش هبين لأن الكاميرا مش بصلها لأنها يعتبر العين وممكن مش هبين لأنها بعيدة بالنسبة الأوبجيكت اللي حواليها وبرضو ببدأ بكاء مودل الشيدنج أو الظل واللايتنج ولو في مثلا تيكت شرز هنكلم طبعا عن تيكت شرز هيبان أكتر يعني لو هتبان هنا مثلا تيكت شرز يعني يبقى أنت عندك اوبجيكت زي كده وتحطه حوالين الوبجيكت ده هو أصلا في الأساس عبارة عن كون أو مخروض عادي خالص يبقى عايز ألف الامage دي على الوبجيكت ده عايز أعمله تيكت شرز عايز أعمله من المسأ أو عايز أعمله بغلفه بشكل معين يعني برضو بشوف الامage composition هل محتاج تحط خلاص عندك كل صور محتاج تحط صورة على صورة تعمل الامage editing وهكذا يعني في البروسيس دي ده شكل معين يعني أو فكرة عن خطوات أو الستيبس اللي ممكن تحصل فيه الكميوتر جرافيكس لو عايز أعمل فكرة المودلينج كالفرس تبقى برسم الوبجيكت لما برسمه ده طبعا عبارة عن مكعب ممكن الوبجيكت تكون عبارة عن حاجة زي كده فبروح طبعا رسمة مكعبات كتيرة يعني ده عبارة عن مكعبات كتيرة ده بحطهم متوصلين مع بعض بشكل معين فأصلا أي أبجيكت عبارة عن أنه بتكون من أو حاجات أساسية زي حاجات أصلا أساسية زي خطوط مسلسات أي شكل كومبليكس بعبارة عن بتكون من حاجات سيمبل أصلا طيب أي أبجيكت بيبقى موجود في يعني هو في الآخر بقاله نقطة سنتر ولو إكس وي وزد بتاعته لما باجي بعد كده حطه في السين بيبقى عندي هو موجود مثلا هنا فهو يعتبر ده مش النقطة الزيرو زيرو أو السنتر بتاعته لأ الزيرو زيرو هنا أو حتى يعتبر نقطة دي السنتر بتاع السكرين كلها فهتلاقي أبجيكت كتير بتحطي جمع بعض فبطر تعمل بترانسفورميش لأن فيه أبجيكت هو هنا فهو في الأصل كان هنا فأنت بتطرق تنقله هنا عشان يبان وتنلده هنا وتنلده هنا وكسه فممكن تعمل ترانسفورميشن زي الترانسليشن والسكيلين أوكي بعد كده البرسبكتب بروجيكشن محتاجة برضه كونسدر بروجيكشن يعني الأوبجيكت اللي هي أوبجيكت فار أوي أبير سمولر يعني الحاجات اللي بتكون بعيدة بتبان صغيرة الحاجات اللي بتكون قريبة بتبان كبيرة يعني إن هي نفس الأوبجيكت ونفس ستايز بس مجرد بس ما خليت الزيد بتاعها أو إن أنا بقعدتها شوية يبقى هي كده تبان صغيرة فهو ده فكرة البروجيكشن أو الاسكوت بتاع الأوبجيكت هذا انسيرفوس ريموبر زي ما قلنا إن إنت بتبقى عندك أوبجيكت موجودة في السكرين لو الكاميرا بصة كده هيبقى مثلا الأوبجيكت ده مش هيبان لأن الكاميرا بصة على الحاجات دي بس فده مثلا مش هيبان كده كده فبحاول إن أنا بشوف الأوبجيكت اللي هي ده must not be drawing إن دي حاجة مش هينفعة تتريسم ممكن مثلا الأوبجيكت ده يكون قدام أوبجيكت الصورة دي المربع ده يكون حواليه وراها مثلا أي حاجة وراها مثلا كرة فالكرة دي مش هي تريسم لأنها أكلودت أكلودت يعني حاجة مغطية عليها مش هيظهر في أسباب كتيرة ممكن تخذ الأوبجيكت ما يظهرش عشان كده لازم يعني يجي مرة نكلم عن hidden surface removal أو إزاي الأوبجيكت أو إمتى أقول الأوبجيكت ما يترسمش يعني والشايدنج الشايدنج اللي هو الظل لو أنا عملت considering the light lighting condition هيبقى في الآخر برضو لازم أتكون سيدر الشايدنج أو إن الأوبجيكت ممكن يبقى له ظل في أنواع كتيرة من الشايدنج ممكن إن أنا أعمل الـ object color by its own color إن أنا أعمل constant shading اللي كله بيعمل نفس الظل ما فيش اختلاف بين أوبجيكت والتاني وطبعا ممكن نغير بقى يعني ممكن نبدأ نخش في الشايدنج ده بالتفصيل بس في flat shading وفي specular shading أو جروض shading طيب بعد كده ممكن برضو أشوف فكرة texture mapping إن أنا عايزة أحط texture على أوبجيكت معين إزاي بحطه إزاي بلف حوالي الأوبجيكت معين أتلاقي سورة الموناليزة موجودة هنا وهنا برضو الـ reflection هنا في السورة دي كان عندي كاميرا وعندي إضاءة عادي هنا خدت بالي إن أنا ممكن مثلا إن دي مش عارفة اسمها إيه إن هي ممكن تداري الضوء شوية فالضوء ما يوصلش الفوق يوصل لتحت بس فده اسمه الـ shadow أو الظل هلاقي فيه هنا إيه؟ shadow أو ظل في الأماكن دي بعد كده global illumination أو إنها ممكن مثلا نسميها transparency يعني لو أنا عندي أوبجيكت بنسميه مصمت ونزل عليه إضاءة الإضاءة اللي جوه اللي هي جاية عليه مش هتعدي جوه لكن لو ده لو ده object transparent أو شفاف هتلاقي إن الإضاءة جات عليه والإضاءة خلت إن فيه هنا الاركام بتاع الحيطة برضو موجودة ظهرة معايا فده فكرة الـ domination محتاجة أدرس مش أي إضاءة بتعرضه خلاص لأ أبشوف أنواع السيرفزيس اللي موجودة ومين فيهم بيمتص الدوء ومين فيهم بيمتص مين فيهم شفاف ومين فيهم لو شفاف هي عرض اللي وراء يعني تفاصيل تانية برضو ممكن في الـ computer graphics ندرس الكيرفيس أو السيرفزيس يعني الـ objects الكتيرة مش كل حاجة بتكون عبارة عن مستطيل أو مربع أو line أو polygon ممكن نبقى كيرفيس حاجات بتبقى في إحناءات كتيرة كده طبعا الإحناءات دي بتفيدنا فإن أنا أرسل objects مختلفة زي مثلا الأزون أو حاجات تانية يعني طيب في بعض terms أو الحاجات المشهورة في computer graphics هي حاجة اسمها vertex المفروض إن أنا لو معايا image كل نقطة في الـ image بتسميها pixel لكن لو الـ point دي عبارة عن 3D بسميها vertex لأنها في x, y, z ساعتها ببقى سميها مش pixel بسميها vertex الـ h تعتبر line line بيوصل ما بين two vertices أعتقد يعني مثلا لو أنا عندي هنا صورة والصورة دي متأسمة لـ rose و coulombs rose و coulombs نقطة دي بسميها pixel أوكي لو الـ image دي كانت 3D 3 3 دي كده شعر فريمش بيكتب 2D لو 2D بسميها pixel لكن لو 3D بسميها النقطة دي أعتبرها سميها vertex أوكي طيب الـ edge لو أنت عندك أي object أي object هون دي كده كل نقطة يعني في الـ object بنسميها vertex لنها x و z دي نقطة الـ line اللي بتوصل ما بين two vertices جنب بعض اسمهم edge البوليجون أنت بيعندك مجموعة من الـ vertices بتوصلها مع بعض ده مثلا بوليجون ممكن مثلا لقى حاجة زي كده بوليجون أو شكل أوكي المش ده عبارة عن كذا بوليجون متوصل مع بعض يبقى set of connected بوليجون forming a surface أو object بوليجون ده زي ما شفنا مثلا بوليجون اللي هو لو سمينا ده بوليجون مثلا اللي هو ده عبارة عن مربع أو مكعب كل ده اسمه مش مش يعني object كبير بيتكون من أكتر من بوليجون طيب وفي حاجة اسمها rendering rendering زي ما قلنا ان انا ببقى عايزة generate image من الموديل اللي قدامي ومن objects وبرضو في حاجة اسمها frame buffer يعني a video output device that drive a video display from memory containing the color of every pixel ده بيكون buffer يعني بيشيل كل المعلومات عن كل بيكسل وبيشيل الcolor بتاع كل بيكسل وانا شغال في computer graphics بما احتاج حاجات بتتعامل زي general purpose liberals زي open GL وفي حاجات special زي مثلا power point او مثلا photoshop او حتى print ده حاجات يعني عايز تعمل مع صور وشيبس وكده ده power point عايز بقى تبدأ ان انت تتعامل مع الobject بحيث تعمل لها translation وتحط object وتكون scene وتعمل حاجات بإيدك ده كده open GL لكن الpower point في حاجات جاهزة في objects جاهزة موجودة فيه طيب وبالتالي فإن الكورس بتاع computer graphics بيتعامل مع algorithms اكتر مش applications يعني انا احتاج اعرف ازاي برسم line هادرس الالجوريزم بتاع بتاع line محتاج اعمل coloring object محتاج ادرس filling algorithms فمش هابدأ ابص على application زي ما احنا اتكلمنا كده اللي هو مثلا medical imaging وال entertainment والgaming وكده لأ هابص اكتر على الالجوريزم ازاي ممكن استاد الالجوريزم عشان يبني يرسم line او بولجن او كده في العادي معظم الحاجات في computer graphics معظم الناس بتطبق عمل يعني computer graphics بالopen GL لانه اكتر حاجة مشهورة دلوقت يعني تعليمية اكتر يعني ده الopen GL فدي كانت بس مقدمة على كورس computer graphics او كورس الرسمة بالحاسب ايه هو وايه هي most features لي والapplications المشهورة فيه والحاجات topics اللي ممكن تقابلنا زي transformation projection surface removal والshading والlighting والtexture والlewnation اكتر قبل ان شاء الله في الحضرات ايه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر